اشتركوا في القناة نعم جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام يأتي هذا العام تحت شعار مكافحة التصحر إصلاح الأراضي وبناء القدر على التكيف مع الجفاف وقال سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن مشاركة مملكة البحرين في الاحتفال بهذا اليوم البيئي العالمي يأت انسجاما مع التوجهات السامية والرؤية السديدة لملك البلاد المعظم بالاهتمام بالقضايا البيئية والمناخية كأهم مقاومات التلمية المستدامة حيث أسهمت المملكة من خلال تعاونها الدائم مع المكتب الإقليمي لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في تحقيق العديد من المشاريع الهدفة لمواجهة كافة القضايا البيئية والمناخية شاد سموه بالدعم المستمر والمتابعة الحتيثة من سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع والمبادرات البيئية والمناخية التي أطلقتها مملكة البحرين التزاما بما تعهدت به المملكة في المحافلة الدولية المعنية بحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة دعم مملكة البحرين الكامل لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن حماية الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف كوب سكستين في العاصمة الرياض مشيرا إلى ضرورة مواصلة التكاتف الجاد وتقاسم المسؤوليات بين جميع دول العالم من أجل حماية البيئة ودعم المبادرات والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى زيادة الرقعة الخضراء والتنمية ترجمة نانسي قنقر